المزيد والتفاصيل مع رسالة زميل ياسر نور الدين مراسل القاهرة الإخبارية في نيويورك اليوم وفي تمام الساعة التاسعة بتوقيت نيويورك سوف تكون جلسة مجلس الأمن هذه الجلسة الهامة والتي سوف تقدم فيها الولايات المتحدة الأمريكية مشروع القرار الأمريكي لوقف إطلاق النار بشكل فوري هذا المشروع الذي كان قد قدم في آواخر الشهر الماضي شهر فبراير وعدلت عليه النسخ كان في البداية في النسخة الأولى يتحدث عن وقف إطلاق النار ويتحدث أيضا أن الهجوم الإسرائيلي يؤذي بل يؤثر على حياة المدنيين ولكن في التعديل في هذه النسخة في هذا الإسبوع كان قويا حيث أن التعديل وصل إلى أنه لابد من وقف فوري لإطلاق النار في الأراضي الفلسطينية كانت الولايات المتحدة الأمريكية لثلاث مرات قد استخدمت حق الفيتو في المرة الثالثة كان هناك مشروع جزائري الدولة العربية الوحيدة في مجلس الأمن والتي تمثل المجموعة العربية والإسلامية كانت قدمت مشروعا لوقف إطلاق النار بشكل فوري وهذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم حق الفيتو وتعترض على هذا المشروع وأيضا كان هناك امتناع من بريطانيا أيضا في حق هذا المشروع والذي لم يكلل بالنجاح وكان رأي الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الشأن أن حماس قد تقوم بمرة أخرى بالهجوم كما حدث في السابع من أكتوبر وكانت لا تتماشى مسألة وقف إطلاق النار مع الرؤية الأمريكية ومن ورائها الرؤية الإسرائيلية بطبيعة الحال ولكن الضغط الشعبي في الداخل الأمريكي والانتقاد الكبير للإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس جو بايدن كذلك العلاقات القوية بين الدول المعنية في هذا الشأن في الشرق الأوسط وعلى رأسها جمهورية مصر العربية وقطر والإمارات والسعودية مع الولايات المتحدة الأمريكية وإبراز أهمية وقف إطلاق النار والجولة الأخيرة أيضا لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين جعل الأمور تتحرك والماء الركض يتحرك ننتظر الآن اليوم في الساعة التاسعة ما سيخرج عنه هذا المشروع نتمنى أن تصل لوقف إطلاق النار حيث أن الأبرياء من الشعب الفلسطيني قد زاقوا الأمرين الأبرياء قد أزهقت أرواحهم بآلاف الآلاف من الأعداد ننتظر كان وزير الخارجية أنتوني بلينكين قال أتمنى أن يتم الموافقة على هذا المشروع نحن نتمنى فقط ولكننا ندعو الله أن يتم الموافقة على هذا المشروع ويكون حقنا للدماء في الأراضي الفلسطينية المحتلة